أكد ممثل عدد من الأحزاب السياسية أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية يجب أن يشارك فيها الجميع لتحديد أولويات العمل الوطني في ظل التحديات التي تحيط بالدولة جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية بالحوار الوطني تحت عنوان استعداد الأحزاب للمشاركة في الحوار الوطني وأعرب الحاضرون عن أمالهم في الوصول لبرنامج عمل وطني يعالج كافة القضايا حيث يمثل المشاركون جزءا من الجماعة الوطنية من خلال البحث عن حلول لكافة قضايا المجتمع للوصول إلى جمهورية جديدة ترضي كل أطراف وفئات المجتمع